خليليني كمان أطمن حضراتكم أنا كنت اتكلمت في الموضوع ده أول مبارح لكن نقول لحضراتكم كمان إيه الجديد نتطمن على لعيبة الأهلي والمصابين منهم نبدأ بكريم فؤاد طبعاً اللي اتصاب خلال المباراة مع بيرامتس حصلوا يعني لأسف الشديد جزع فيه أربطة الركبة كان يعني محتاج راحة والنهاردة حيبدأ برنامج تدريب وتأهيل أما بالنسبة لبقى مصطفى شبير برضو اتكلمت مع حضراتكم أول مبارح عليه هو كان أجرى جراحة الحمد لله نكحة كانت في غضروف الركبة وفي أحد المستشفيات يعني واحدة المستشفيات المتخصصة كانت بالنمسا الدكتور أحمد أبو عبلة يعني ملازم يخليني يقول لحضراتكم بشكل كبير جداً رئيس الجهاز التبي بالنيدي وطملنا إن الجراحة الحمد لله كويسة ويعني بعد خروجه من المستشفى هو برضو حيفضل معاه وبالمناسبة برضو أكرم توفيق أجرى الجراحة بتاعته في نفس المستشفى والحمد لله كمان حالته مطمئنة جداً ويبقى فيه برنامج تأهيلي ويبقى فيه تدريبات ويبقى فيه فترة راحة لكن نتمنى بإذن الله إن اللعيبة بتوعنا يرجعون لنا بألف سلامة ويرجعون لنا أفضل من الأول كمان بس الحاجات دي طبعاً ما بتبقاش بقيت حد وما بتبقاش بسبب حاجة يعني بتحصل بتحصل أسف الشديد كنا نتمنى موسم خالي من الإصابات لكن ده يعني زي ما تقال كده القدر